تنهور المسلمين الكمين المصري بيبطل جنزة ابروبي اهلا بكم المواطن في مصر بعت رسالة لكل المسؤولين في الدولة المصرية من اول مؤسسة الرئاسة رئاسة الوزراء البرلمان لكل اجهزة الامن القوم في مصر وخبرات عامة حربية امن وطني الرسالة من يوم الخميس بالليل لحد النهاردة هل الرسالة وصلت؟ هل الرسالة تفهمت؟ هل الرسالة هتبقى محل تقدير واهتمام؟ ولا نكبر دماغناها؟ رسالة المواطن جد بعد قرار الجهاز اللي بينظم للاتصالات الجهاز القوم لتنظيم للاتصالات برفع اسعار دقايق المحمول على اللي بيستخدمه الموبايل بشحن القروت الزيادة في حدود 36% 22% ضريبة قيمة مضافة و14% للتلات شركات علشان فرق الدولار الى اخره هل كل اجهزة الدولة تعاملت مع الموضوع ده ازاي؟ هل تعاملت قالت ده محمول ده بعيد عننا دي تلات شركات كلها اجنبية ملناش علاقة بيها هي تصطفل بقى مع المواطنين مع عملائها مع شركائها؟ ولا تعاملت على ان دي سلعة بتقدم للمواطن جرى رفع اسعارها بنسبة كبيرة جدا 36% انا نمت بجنيه لقيت السلعة بجنيه 36 قرش وكل شبكات التواصل الاجتماعي دعوات للمقاطعة دعوات للمقاطعة اللي هو مش هنستخدم المحمول وكانت الدعوات بدأت من مبارح الصبح اللي هو الجمعة خلاص النهاردة بلاش تستخدمه شبكات المحمول ونبدأ ندور على برامج تنزل بقى على المحمول ونتصرف وهنعمل ايه ونتواصل ازاي الزيادة جزء منها جزء منها مفهوم نفهمه اللي هو رفع اسعار الدولار كانت من 9 جنيه بقى 18 القصة المحفوظة وارتفعت بعد كده اسعار الكهرباء ارتفعت بعد كده اسعار البنزين والحاجات دي وكل الحاجات دي بتبقى مكون اساسي من مكونات الكروت شحن لكن هل ينفع تجتمع الحكومة وشركات الاتصالات مع بعض ويمد ايديهم في جبل مواطن الحكومة تقول انا هلسعه هاخد منه الـ 22% وشركات المحمول تقول جاي انا تحملت بما فيك كفاية انا عايزة الـ 14% بتوعي هل بهذه الطريقة يتم التعامل مع سلعة مهمة النهاردة دي سلعة استراتيجية التواصل التليفون ما بقىش رفاهية هل ينفع ان احنا نتعامل معاه بهذا القدر من الخفة هل ينفع هل ينفع ان ما يطلعش اي حد يبن لريء المواطنين النهاردة السبت ولا الجمعة يقول هنعيد النظر سندرس طب ليه قبل ما نطلع القرار ما نبعدش رسالة للمواطنين نحضرهم نقولهم شركات المحمول ضغط علينا وبتقول لو ما زودناش ممكن نشل عزلنا نشل عزلنا ونمشي برا البلد وارد اه وارد اي مستثمر حر عايز يصف استثماراته ويمشي يمشي يعني ايه سوق مفتوح لكن انا بتكلم على المعنى تخيل لو الزيادة دي حصلت انا هنا بكلم الحكومة وبكلم الاجهزة المعنية في الدولة تخيل لو الزيادة دي حصلت من سنة تفتكر كالرد فعل المواطن هيكون عنيف بالشكل ده اللي هي المقاطعة تأديري او يقيني لا هيقولك يا عم دول ما زودوش بقالهم كتير وايه يعني طمعنين في جيبي في اتنين جنيه بس هو المواطن قال لا قال ليه ورفض ليه ده اللي انا عايز الحكومة تحلله النهاردة قال لا ورفض علشان هو بقاله ما يقرب من سنة كل يوم عمال يتحط عليه هنرفع اسعار بنزين يا مواطن علشان ما ينفعش الدعم بالشكل ده حاضر بنفكر نقلل الخبز اللي بيصرف ليك حاضر هنزود دسكارة المترو علشان تكلفة الكهرباء والبنزين والسولار حاضر اسعار المقرباص هتزيد يا مواطن حاضر الدروس والمدرسين في دخلة المدارس هتزيد عليك يا مواطن علشان الدولار حاضر فيه خبر يوم الخميس طلع الصبح بيقول عن صندوق النقض الدول الحكومة خلاص على وشك خلال الاسابيع القليلة القادمة تحرر سعر البنزين والسولار تحرير كامل يعني معناها ايه هتشتري البنزين والسولار بالسعر العالم بيتباع على بو بره بـ 20 جنيه تشتري بـ 20 جنيه طبع الحكومة طلعت ونفت نفت على ان ده سيحدث في العام المالي الحالي يعني الزيادة هتحصل هتحصل العام المالي انتهي امتى انا وانت حفظين 30 يوني نرجع لكروت المحمول كروت المحمول المواطن جيه قالك ايه بقى لا جاي 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 لان انا مش هقدر حتى ان الغباء في القرار في القرار انه جاي بعد اسبوعين مثلا من دخول المدارس انا لسه بسدد جمعيات وقصاتي في المدرسة طب ما الوادي ابني بديله 10 جنيه شحم موبايل والبت بنتي بعمل كذا وامرات اللي قاعدة في البيت عملت لوك لوك او 20 جنيه ما هيبدأوا يقللوا ايه واحد محترم والله دكتور جامعي بيكلمني مبارح بيقول لي انا كنت في المنطقة الدافية في الطبقة الوسطى بتقول له يعني ايه قال لي عارف فرق عارف فرق امبي وبترو جيت وطلقع الجيش اللي هم كده كده ما بينزلوش للدرجة التانية بس ما بياخدوش الدولة عايشين ومبسوطين والدنيا متعشية معاه قال لي دنيتي كانت كده بس بقال لي سنة انا كل يوم عمال انزل لدرجة لدرجة خلاص الرسالة للحكومة مباشرة القضية ليست رفع اسعار دقائق المحمول ولا 34% حقولها لك كده رايح جاي من المصر فاندي ليك كرئيس وزراء معكم الاحترام والتقدير لشخصك انا بستهلك ايه بمية جنيه كارت محمول ماشي بلاها هقل الاستهلاك يبقى 80% بس انا كمواطن القضية ما بقيتش كده دي بقيت القشة التي قسمت زهر البعير القصة مش كارت محمول ولو انت رجعت صندوق النقد الدولي بروتوكول اتفاق حكومة بتقول ايه من المواطن مفيش مصريين بحي خلصه على الحكومة انها تراجع نفسها القصة مش كصت حاجة كده في الاقصاد اكسيل شيت اطلع على الكمبيوتر عندي كم مليون مستهلك هعمل كذا هزود هعوض الخسارة لا ده شعب واسر كل ساعة بيتطحنوا ويتهرشوا رئيس سيسي طلع في اول مرة وهو بيتكلم على رفع سعار البترول اوكي تاني مرة المواطن بلحها ماشي الضربة الاكبر كانت تعويم الجنيه دي الضربة اللي هي قطمة الوسط الودي اللي كان بيجهز نفس والبت اللي كان بيجهز نفسها لو كان بيتفع على جهزة كهربية وجواز بعد سنتين النهاردة بيحتاج خمس سنين بقى متى اللاجب كان والمتجذب كان التفاصيل الصغيرة دي لازم تبقى قدام المسؤولين في الدولة وهم بياخدوا قراراتهم لازم يحللوا معنى غضب وصورة المواطنين من يوم الخميس للنهاردة انا هقدر اقطع محمول طب على الالي ما ينفعش ده من قوم طب هقطع بعد كده ايه بنزين ولا اكل ولا مدارس في دعوات لرفع دعوة للمواطنين لمقاطعة شركات المحمول وعايز اقول لك بالمراجعة لقوائم الارباح عايز اقول لكم كل شركة من شركات المحمول والشركات الكبرى مدرجة في البورصة يعني ايه بتقول كسبة كام خسرة كام عشان حاجة واحدة لو انا داخل كمستثمر بشتري سحب اعرف الشركة دي راحة فين بتكسب ولا بتكسب هنعرف من الاستاذ محمود العسقلاني الكاتب الصحف رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء هل شركات المحمول بتكسب ولا بتخصى بسأل فوله استاذ محمود ونبدأ باجابة هذا السؤال بسأل خير يا سيد محمد هذا السؤال الاجابة بتاعته هذه الشركات لا يمكن باي حال من الاحوال ان تحقق اي شكل من اسكال الخسار لانه خلينا اقولك مثلا الكونتون الكونتون لما يبقى عندك مئة الف خط موجودين احسب متوسط سبعين الف خط عندهم كونتون في خمسة جنيه ولا تلاتة جنيه انت بتتكلم على حاجة دي دي عن ميتين مليون جنيه كل شهر الشركات المحمول بتاخدها من جيوب المصريين بسي موضوع هايف وتافل ما نوش اي قيمة واحنا مش محتاجينه على فكرة النهاردة طالبنا المستهلكين بالتنازل على الكونتون ده انهم يلغوا الكونتون خلينا اقولك انه مفيش مستحيل اي شركة من هذه الشركات تحقق اولا البنية التحتية لهذه الشركات جرى بنائها وتأسيسها وارتهت منها تماما او يعني ما عندهومش اي حاجة في البنية التحتية اللي هي الانتنة ومراكز الارسال وكل الحاجات دي عملوها خلاص انتهوا وبالتالي كل اللي بيعملوا ده وقت مصاريف تشغيل شوية سولر شوية كهرباء اه اه اجور المرتبات الموظفين كل دي حاجات لا تستدعي مزاوة ستة وتلاتين في المية نعم رقم مش قليل رقم كبير سميمو انت يعني انت يعني في النهاية التلات شركات بياخدوا الفلوص بيخرجوها برا شركات اه اجنبية موجودة على ارض مصرية احنا بنراحب بكل استثمارات وبنراحب بكل الناس لكن في جزء من الاستثمار ان انت تدور جزء من رأس مالك او جزء من ارباح ادعوتك رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بتدعو بقى المستهلكين مستهلك المحمول لايه احنا داعيين لحملة مقاطعة منذ صباح الجمعة امس الجمعة الى يوم الاحد مساء الاحد وضعنا نشاديد احنا ربما نضطر الى اعلان موقف اخر غير المقاطعة ان احنا ننقل للشركة الرابعة واحتمال كبير جدا ان احنا خاصة من الشركة الرابعة تملوكها الدولة المصرية مملوكها من جيدة مقدمة اسعار اقل مدون زيادة مقدمة اسعار اقل مقدمة نظام افضل مقدمة حاجات عالي جدا مقدمة كل الحاجات وحتقدمك الخدمة الاهم من الرقم اللي متعود عليه الناس كل ما في الامر انت حتزوج تزيله خمستاشر على نفس الرقم اللي انت بتتكلم عليه سواء كان على التلات شركات على بودة فورة او الصلاة او مبني وبالتالي انا شايف انه تحل ربانا يبقى افضل خلال المرحلة القادمة ان احنا نحط فلوسنا بقى في بلدنا وحنا طول الوقت بنستنزف ليه خاصة ان كل الكلام ده هو الاستثمار مالوش جنسية او استاذ بحمود استاذ بحمود اسمح لي الاستثمار مالوش جنسية انا لازم اشجع الاستثمار الاجنبي يجي بلدي انا مش ضده انا كمستالك بدور على مصلحتي مصلحتي اه سياسة تسعير والله ايجا اه طلعت رخيصة ان شاء الله مع اي جنسية مستثمر هاروح له انا ما هي اه مداخلة ثانية يا تريد ده طب انا بشي خلينا اقولك اه خلينا اقولك حاجة يا سوز محمد خلينا اقولك حاجة اخيرة يعني خلينا نتلم بوضع انا مع الاستثمار الاجنبي ومع احنا اه نفتح بلدنا الاستثمار وده ده ده مهم جدا لكن انا انا امامي الان فرصة فرصة تيدي فرصة ان انا اخد حاجة اه لاجنبي وفرصة لمصر ايوما افضل انا من وجه اتنظري اكيد انا اخد شركة مصرية اكيد متفق معاكم بشكرك استاذ محمود عسلاني الرئيس جامعية المواطنين ضد الغلاء في الاسناء دي النهاردة محكمة القضايا الاداري بالاسكندرية تلقت النهاردة دعوة عجلة من احد السادة المحامين بيطالب رئيس الوزراء باقاف اه قرار الجهاز القومي اللي التنظيم للتصالات باقاف الاسعار اه اللي حصلت يوم الخميس اللي فات القضايا الاداري هيحكم فيها ايه لسه ما صدرش القرار بس خلونا نتكلم اه احنا دخلين على القصة دي اخوانا انا وانت بقى كمواطنين كمستهلكين شركات وخدمات جديدة اه هي الكل عمال يطالب لك براف الاسعار بحجة الدولار 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 هل اللي يقومها في وضع قوي بحيث انها تقدر تقول لا يعني اهو ده السؤال لازم نسأله الانفوسنا يعني مثلا الحكومة في الموازنة الجديدة اللي عاملها العامل مالي الحالي اللي بدأ في واحد سبعة اللي فات مقدر سعر برميل البترول عالميا في حدود الخمسين دولار الدولار اخذ في الارتفاع كسر الخمسة وخمسين دولار الحكومة لا تزال تستورد البترول لازم احرقه تاني ده لسان حال الحكومة وقال لا هتروع محط البنزين مش هتلاقي بنزين ما انا هعمل ايه ما معيش فلوس لسان حال المواطن بس انتي لسه رفع علي الزيادة ورفع 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 عامل حاجات كتير اقوي وحياتي ما بقتش بنزين بس حياتي بقت اكل بقى غالي شرب غالي كهربا غالي كله غالي ده لسان حال المواطن وده لسان حال رئيس وصف النهار ده احنا عندنا في الفقرة الحوارية حوار مهم جدا مع الدكتور فخر الفئي مستشار سابق لصدق النقد الدولي ودكتور عبدالخلق فاروق وهنناقش القضية دي صندوق النقد الدولي من يوم الخميس بيقولوا الحكومة في طريقها خلي بالك مش ليه تقليل الدعم عن المحروقات والبنزين مش لتحريك اسعار مش 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 واش كده تحرير اسعار البترول يعني ايه تحرير يعني تتبع بالسعر العالمي انا رأي الشخصي احنا كل حاجة وانا قلتها لكو قبل كده في المصر فاندي احنا دخلين بعد كده في مرحلة كله هيتباع بالسعر العالمي الحكومة عايزة تضرب رقم الدعم اللي هو داخل في 300 مليار اللي هو نظرية هجيب بنيه ده انا كل يوم بدفع فوائد للبنوك مليار جنيه ده لسان حل الحكومة وهيتردع الكلام تالنهاردة في الفقرة الاخيرة من حلقة اليوم ده لسان حل الحكومة طيب ما في المقامل المواطن بيقول لها مش انت عملت رفع اسعار هو انت ليه واخد الصفحة بتاعت كتاب الاقتصاد اللي هو رفع اسعار رفع دعم رفع دعم ما خديش ليه الصفحة التانية بتاعت برضو تحريك الاجور رفع الاجور وزارة التخطيط بتدرس انها هتحرك لحد الادنى الاجور لحد الادنى الاجور مفروض الف ومتين ولا يطبق في غالبيت المنشآت حكومة او قطاع خاص عايزة تحركه الف ونص يعني زادة خمسة وعشر في المية بينما الزيادة حصلت مية في المية هل هتدونا اجور عالمية طالما انا هشتري السلعة بالاسعار العالمية هو ده لسان حال المصر فاندي انت هتبيع اليا باش البنزين بعشرين جنيه مثلا الحكومة ما صرحتش بدا علشان ما حاتش اخد حاجة عاللساني بعشر قروش ماشي سعره برا عشر قروش جميل هل انا باخد مرتبي بالسعر العالمي هل انا عندي تأمين صحي ما يخلنيش اشتري ادوية من الصيدليات واروح اطلطة عند الدكاترة وادفع بالسبوع ومية جنيه هل انت عملي ده هل مديني مواصلات ادمية بدل انا معند عربية اركنا واخد القطر هل مديني الحاجات دي انا معاك انا معاك ان انت مزنوق ومضغوط معاك والقضية مش قضية حكومة ولا مواطن قضية مجتمع بالكامل لازم نتكلم فيها اخطر حاجة ان الحكومة تقفل على نفسها القضة الضلمة وتروح مولعة كبس النور فتح الكمبيوتر تقول لك قرار الخميس القادم ما هي غوية نتلسع منها كل خميس بالليل تقريبا عايزة تقلل معدل الانجاب عند المصريين هي جدا فهي تروح عاملة ايه ارفع اسعار ارفع اسعار الخميس ما هو اللي جاي صعب وارجو من قلب مخلص للبلد دي والله العظيم والله العظيم والله العظيم لصالح البلد دي حكومة وشعب مواطن ورئيس اجهزة بكل مؤسساتها كل اللي انا طلبه حاجة واحدة ما ينفعش اللي حصل السنة اللي فاتد كقرارات رفع اسعار نتعامل معاه السنة الجاية بسهولة ما ينفعش خدها مني بس انا راجل بقعد على الاهاوي خدها مني مش بتاع تقرير مكتوبة والشعب يتحمل والشعب يقدر لا الشعب بيلعن خدها مني واسمع لازم لازم نبحث ايضا عن بدائل وحلول نحلها ازاي نتناقش نسبع صوت الناس في البرامج انا لو فتحت التلفون دلوقتي كله كله هيبقى ضربة يا حكومة فيك بس عشان انا بحبك مش هنفتح تلفونات لكن كل اللي انا طلبوه بما ان الحكومة دخل السنة الجاية على قرارات رفع اسعار جديدة في خطتها للاصلاح الاقتصادي اللي انا متفق معا الحكومة مية في المية كقرارات اقتصادية مختلف على الجرعة والتوقيت ومختلف ان ما فيش قرارات اخرى تثبت المواطن الغلبان او مش بنفس الدرجة والكفاءة ارجو تكون رسالة المواطن يوم الخميس بالدعوة للمقاطع لشركات المحمول تكون وصلت للحكومة القصة مش تلفون ولا موبايل كم من سنة لو الزيادة دي حصلت ولا تفرق مع المواطن هنبلح انما عشرة خمستاشر زيادة وراء بعد جاي وبعدين ايه بقى كيف الحكومة في يوم الخميس ده بجد والله يا اخوان الزيادة بتاعت البنزين يوم خميس زيادة جمارك يوم خميس زيادة كروت محمول يوم الخميس هل الحكومة السيد المحترم اللي وقى ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبية العامة والاحصاء بلغها بان التعداد قبل ما يعلنوا السبت وان التعداد نوصل لمية واربعة مليون نسمة برا مصر وجوه مصر فالحكومة قالت لا خلينا بقى ننكد عليهم يوم الخميس ونقطع النسل والخلف يعني انتو عشر قرارات جايين فعشر خمسان تعدادنا ممكن يبقى خمسين مليون فقرة السبعة اللي احنا بيخليها في الجزء التاني من حلقة النهاردة هنبدأ بيها النهاردة واخدين اشهر سبع قرارات خديتها الحكومة طبعا ترفع اسعار ايام خميس نبدأ بالقرار الاول ضريبة القيمة المضافة تحل محل المبيعات في الخميس 8 سبتمبر 2016 القرار ده في تمانية سبتمبر 2016 يعني سنة وعشرين يوم كده نمنا برضو صحينا يوم خميس الحكومة قررت تشيل كلمة ضريبة المبيعات وللت الخميس قررت تشيل ضريبة المبيعات وتحط القيمة المضافة ضربة المبيعات 10% الحكومة كانت عايزها القيمة المضافة تبقى 14% البرلمان ضغط شوية فالحكومة قالت خلاص هنخليها 13% بس السنة الجاية هتبقى 14% وده قرار اتخذ يوم خميس نكد على المصريين اللي لتهم اه نكد تعالوا نروح نشوف تاني قرار 3 نوفمبر 2016 الخميس الأشهر تعاويم البني يطلب تسنامي الغلاء ده القرار اللي خلى كل رجالة مصر يسيبوا البيت يوم الخميس ده ده القرار اللي المصريين صحيوا فيه يوم الخميس الصبح 3 نوفمبر على قرار السيد محافظة البنك المركز بالبلد كده تعاويم الجنيه المصري سيبوا للعرض والطلب واللي نتج عنه الجنيه طلع من 3 تمانيات 8 جنيه 88 قرش ليه قفز لحد 19 وقارب على العشرين واللي كان حاطت 10 تلاف جنيه عمي في البنك قوتهم الشرائية تاني يوم الجمعة بقوا 5 تلاف جنيه القرار اللي اتخذ امتى الجمعة لما تسأل مجتمع المال والاعمال قرارات زي كده مفروض تبقى يوم حد مثلا بداية البنوك وعمل البورصات لكن الكيف بقى خلاص يوم الخميس هنكد عليك يا مصر فاندي تعالوا نروح نشوف تالت قرار علت فيه الحكومة اسعار سلع الخميس 1 ديسمبر 2016 رفع التعريف الجمركي على السلع المستوردة برضو يوم خميس الحكومة خدت قرار تعمل ايه عبد الرحيم تعمل ايه عبد الرحيم عايزين نزود اسعار هاتلي بقى ايه قائمة السلع الاستفزازية الجمركية طبعا مش كل سلع بنستوردها استفزازية فيه سلع مثلا زي مروح زي اجهزة كهربائية اجهزة تصفيف شعر اجهزة اه الدش مثلا بنستقبله كل ده الادواء كل ده الحكومة راح ترفع اسعاره طب ليه الخميس يعني ما تخليها حد ما تخليها اتنين ولا عشان ايه ربي ليه كده عايزة تنكده على المواطق تعالوا نروح ليه رابع قرار خدته الحكومة يوم خميس برفع اسعار الخميس 23 مارس 2017 تطبيق زيادة موحدة على تذكرة مترو الانفاق 23 مارس 2017 اللي فات بتتكلم في حدود سبع شهور مثلا او ست شهور ونص قالك ده ذكرة مترو الانفاق ما طلعتش بقالها تسعة تلاف سن طب هنعمل ايه هنرفح جنيه تبقى اتنين جنيه واللي عنده اشتراكات تبقى بجنيه ونص وزول احتياجات الخاصة تبقى بجنيه قررت تاخد امتى يوم خميسة طب ده قرار مثلا كان يتخذ يوم جمعة عشان ما يعملش ارتباك والناس تمتصل لكن ده من ضمن القرارات خلي بالك دي فقرة السبع بتاعت البرنامج عملنا النهاردة عن ايه اشهر سبع قرارات رفع اسعار خدتها للحكومة يوم خميس السؤال ما هو كيف الحكومة يوم الخميس لو انت كحكومة عندك مشكلة في يوم الخميس الشعب ما عندوش مشكلة في يوم الخميس تعالوا نروح نشوف ليه قرار تاني الحكومة خدته برفع اسعار يوم الخميس الخميس 29 يونيو 2017 زيادة اسعار البنزين والسولار والغاز والبوتوكاز الخميس 29 يونيو اللي فات ده كان وزير البترول مصرح للأهرام عدد الجمعة اللي هو يطلع بكرة لا نية لدى الحكومة اللي رفع الاسعار مفيش كاد ان يقسم الرجل باغلز الايمان يعني الناس راحت بالليل محطات البنزين لاينا طوابير ايه؟ رفع اسعار رفع الاسعار تم امتى؟ يوم خميس لماذا لا يكون يوم جمعة؟ انا بعمل ده ايه للمصر فاندي؟ ببعت رسالة للحكومة تعرف الخميس بيبقى ليلا مفترجة احكومة على كل المصرين يعني خلاص ما تعاكمينيش عليهم يوم الخميس عديل قرارك تخليهم جمعة سابت حد يعني خليك رحيمة شوية ما يبقاش كله ضرب ضرب تعالوا نروح ليه؟ سادس قرار رفعت الحكومة فيه الاسعار يوم الخميس الخميس 6 يوليو 2017 زيادة اسعار الكهرباء بمتوسط 33% برضو كان يوم خميس رفع اسعار كهرباء 33% طب الكهرباء ايه مشكلتها مع الخميس؟ علشان اقول والله ما نلاعب هطف النور هنزل اخرج من قدومي برا الشارع يعني طب ليه ما يبقاش جمعة؟ ليه ما يبقى السبت؟ برضو من ضمن القرارات اللي خدتها الحكومة برفع اسعار كانت يوم خميس رفع اسعار الكهرباء نروح ليه؟ آخر قرار في فقرة السبع النهار الخميس 29 سبتمبر 2017 زيادة اسعار كروت الشحن بنسبة 36% ده القرار اللي هو بتاع اول امبارح بقى اللي هو ايه مسك الختام اهل الحكومة خلاص احنا خلاص قدنا قاعدة ان الحكومة لو نوية في اي وقت ترفع اسعار يبقى يوم خميس احنا كلنا نروح على النتائج بتاعتنا ونشيل يوم الخميس علشان الحكومة ما تقربش منينا فيه او نروح على الاندكس بتاع السيد رئيس الوصراء ونشيل مني يوم الخميس يوم الخميس بقى يوم مرعب عند المصريين رغم ان هو مفروض كان يوم انبساط وفرفشة وسعادة لا يوم الخميس النهاردة بقى المواطن عامل كده الصبح حدش يقرب بيني في اي وقت ممكن انفجر ايه رفع اسعار رفع اسعار ده كان من اهم الحاجات اللي انا كنت منتظرها النهاردة في التعداد النهاردة السيد اللواء ابو بكر الجندي وبحضور السيد رئيس الجمهورية وقبار قيادات الدولة اعلن عن تعداد اللي بيجري الجهاز منذ اربع سنوات تعداد بيجري هذا الجهاز كل عشر سنوات يعني اخر تعداد اعلن 2007 الجهاز شغال فيه بقى له اربع سنين هذا التعداد اهميته ايضا ان هو تعداد الكتروني ما بقاش يدوي لكن النهاردة السيد اللي هو ابو بكر الجندي الارقام تحتاج ان احنا نتوقف امامها غير ان انا نتوقف امامها في المصرفان دي اتمنى من السادة المسؤولين في الدولة المصرية والاجهزة المعنية انهم ياخدوا هذا التعداد ويعودوا يحللوه ويتبني عليه قرارات بل قوانين لما تعرف من ضمن ارقام التعداد مثلا مثلا ان فيه اطفال بيجوزوا في سن 12 سنة فين التحريم او فين التجريم ده ده بيحصل في قرى مصر رفها وسعدها ولما تعرف ان فيه احد السادة النواب كان بيطالب بتخفيض سن الزواج من 18 الى 16 الى 14 للبنت بيفجئنا النهاردة اللي هو ابو بكر الجندي وبيقولك ان اللي سنه 12 سنة كابنت اتجوزوا واتطلقوا وفين اللي جوزها مات فبقت ارمالة طفلة عندها 12 سنة ارمالة او مطلقة ماذا سيفعل البرلمان امام هذه الكارثة في 2017 عندنا 20% خمس المجتمع المصري اميين طب جهاز اللي اه اللي بيكلم عن الامية واللي مسؤول عن اه علاج مرض الامية بين المصريين عمل ايه ميزانيته اخبارها ايه طب هل ميزانيته ضعيفة يبقى انا محتاج كوزير مالية كوزير التخطيط ارفع ميزانية دي عار وسبة يا اخي في جابنها 20% من المصريين يجهلوا القراءة والكتابة يعني ده احنا عندنا ايه هيئة العامة لتعليم الكبار محو امية واسطول طبعا وموظفين ماذا فعلوا بهذه الارقام يعني 18 مليون نسمة 18 مليون اتجوزوا قليل من 16 و 18 ده على قصة الزواج يعني اه الارقام اللي لازم تتوقف امامها ايضا هي تقريبا كل احصيات هتروح للبرلمان 50% من المصريين مؤمن عليهم صحية 50% ده رقم السهل يعني مظلة التأمين الصحي مش حتى على 75% من المصريين ده على كام؟ 50% طب هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ المواطن اللي هو لا يقضى على اي نظام تأمين صحي هيعمل ايه؟ بيبيع عفش بيته ده اذا كان بيته في عفش رقم لازم نتوقف امامه 29 مليون مواطن تلميذ يعني في مرحلة التعليم للتحقوا بالتعليم ومتسربين من التعليم يعني دخلوا حضروا سنة سنتين وراحوا طلعين هنعمل ايه معاهم؟ ده رقم مرعب 29 مليون تلميذ يعني انت بتزود امة الجاهل في البلد لما 30% من تعدادك او 28% من تعدادك ده ده جيل المستقبل ده اللي انت بفروض بعد 10-20 سنة هو اللي يكمل ويبني لما يبقى 30% ده جاهل لا يقرأ لا يكتب لا يتعلم ازاي هيتعامل مع معطيات العصر مع التكنولوجيا مثلا لو جسد سبار اجنبي هيتعامل معا ازاي ده رقم لازم يتتوقف امامه الحكومة الاسباب اللي تخلي ولادنا يتسربوا من التعليم كلها ارقام كانت مفزعة النهاردة اتنين مليون اسرة تستخدم حمام مشترك ده عشوائيات عشوائيات اخطر رقم انا كنت بتصور تعدادنا مثلا 96 مليون 97 لا تعداد الداخل والخارج 104 مليون نسمة ده رقم كبير جدا رقم كبير جدا من الارقام اللي انا توقفت امامها ان 25% من العقارات او السرواء السرواء العقارية في مصر جرى بناءها في السبع سنين اللي فاتوا يعني من الاخر في السورتين يعني ايه الكلام ده لو احنا عندنا مئة الف عمارة في مصر كلها كم مثال 25000 عمارة المئة الف دول مبنيين من مئات السنين ماشي هو مفيش عقار بيقعد يعني مئات السنين بس المهم سروة مصر العقارية في كل سنينها اللي فاتت 100000 عقار 100000 بيت وعمارة 25000 بيت منهم انا بضرب مثال اتبانوا في السبع سنين اللي فاتوا ايه هما السبع سنين اللي فاتوا سنوات الفوتى ابني يا ولد ابعت الارشنات من الخليج يا ولد نبني على الارض الزراعية ارفع سبعة دوار اعمل 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 اكبر حركة انشاء وتشييد وبناء اتعملت في مصر اتعملت في الثلاث سنين اللي فاتوا بس ده انشاء نظامي ده اللي عمله الرئيس السيسي في رقم موقفته قدامه 7% من الاسر يقيمون في مسكن ايجار قانون قديم طب لما 7% من الاسر طبعا دول ناس انت عارفين قضية قانون الايجار القديم حاجة كده زي القنبلة الموقوتة الملاك القدامى عايزين بيوتهم اللي بيدفع فيها ملالين باسعار الارض والساكنين يقولك لأ هنطلع هنروح فين ده احنا مثلا كبيرنا وبناخد معاشات بس الرقم ده مثلا مطلعش كبير انا كنت بتصور مثلا 20-30% من المساكن في مصر ايجار قديم طلع 7% فقط مش معنى كده انا بقولك مطلعش قانون العلاقة بالملك والمستاجر بس 7% مثلا فقط 65% من الاسر بس اللي عندهم صرف صحي 35% ما عندهمش ارقام عملت اتعامل معاها اتمنى كل اللي انا بتمنى ان كل الاجهزة المعنية في الدولة اه تقرى هذي الارقام لكن تمنيت تمنيت وتمنى غيري يعني ان هذا التعداد يذكر ايضا ارقام اخرى يذكر لي نسب الفقر في مصر قدي ايه نسب الجوع بين المصريين قدي ايه يذكر لي نسب البطالة قدي ايه ديون الافراد والمواطنين وتحديدا فئات زي العمال الموظفين الفلاحين قدي ايه ده ارقام كنت اتمناها لا اعرف لماذا لم تذكر هل ممكن تداركها الله اعلم اتمنى لان التعداد بيجرى كل عشر سنوات يوضع ده في الاعتبار لكنه على اي حال جهد مشكور للواء ابو بكر الجندي والجهاز الكبير اللي اشتغل معاه والشباب بس عايز اقولك في المقابل وانا بكلمك على خمسة وعشرين في المية من عقاراتنا تبنت في السبع سنين اللي فاتوا ده احد اسباب ربما يكون احد اسباب طبعا مع تعويم الجنيه لرفع سعر طن الحديد اللي فيه تقديرات بتوصل الى ان الطن ممكن يوصل لخمستاشر الف جنيه في القريب العاجل بعد قرار وزير الصناعة والتجارة بزيادة رسم الاغراق يعني ايه بالبلد رسم الاغراق انت بتستورد حديد من اوكرانيا من تركيا من الصين فانا اقولك على كل طن كان مستورد يدفع لي مثلا ثلاث تلاف جنيه اربع تلاف جنيه فده يرفع سعر طن الحديد فتخليك تقبل على المصر ياريت المصر هنا بقى يتلم اصحاب المصانع او بعضهم لا يعلوا الاسعار في ظل حرجة التشييد والبناء الكبيرة لها فكرة بس الرحمة بمصريين اتكلمنا كتير تعالوا نشوف فيديو جميلا جدا اه وزير مالية مصري أسبق قبل صورة اتنين وخمسين زر المسجد النبوي اه في الاربعينات من القرن الماضي وحزن ان المسجد النبوي اه مقام سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام بيضاء بالقناديل بالزيت يعني بالشمع يعني فالمعقولة مصري مواطن مصري فقرر انه هو ينور المسجد النبوي اول انارة للمسجد النبوي تمت على ايدي على يد مواطن مصري احفظ المعلومة دي المسجد النبوي مش ملك السعودية بس لا ملك كل مسلم العالم شوفوا التقرير ده ونرجع تاني اضواء خافتة ومصابيح قليلة ورؤية تكادة عدم هكذا كان المشهد داخل المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة قبل سبعين عاما بينما اليوم تتلألأ الاضواء داخل الحرم النبوي حتى تكاد اضوائه تظهر بوضوح من الاقمار الصناعية كبقعة من نور تضيء ما حولها بين المشهدين قصة تروي كيف فانار وزير مصري مسجد النبوي بالكهرباء فكانت جائزته عظيمة تعود وقائع الحكاية الى الوزير احمد باشا حمزة وزير التموين المصري بوزارة الوفد عندما ذهب لاداء فريضة الحج عام 1947 بصحبة الدكتور محمد علي شتا مدير مكتبه فوجدا ان المسجد النبوي لا يزال يضاء بقناديل الزيت الخافتة وقليل من المصابيح الكهربائية الضعيفة لدرجة ان المسجد يكاد يكون مظلما فور عودة حمزة الى مصر قرر شراء عدد من المحاولات الكهربائية والمصابيح والاسلاك الكهربائية على نفقته الخاصة وقام بارسالها الى بيت الله الحرام والمدينة المنورة كما كلف مدير مكتبه باصطحاب المهندسين معه والفنينين ومعهم المولدات الكهربائية لتركيبها في المسجد النبوي الشريف اربعة اشهر استمرت فيها عملية تركيب الاضواء حتى تلألأ المسجد النبوي الشريف بنور الكهرباء وتمت اقامة حفل كبير باضاءة المسجد النبوي الشريف وحين سافر احمد حمزة لاداء مناسك الحج والعمر في العام التالي استقبله امير المدينة المنورة وحقق له مع الدكتور محمد علي الشتاح حلما كان يراودهما وهو دخول الى مقصورة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد استصدار امر ملكي خاص لتكريمهما ليترك خلفهما قصة تستحق ان تروى وفخرا بان اول من توسع في اضاءة المسجد النبوي بالكهرباء هما رجلان من مصر فيه عطر بيتباع في الاسواق وتحديدة في المينيا اسمه ريلاكس او رولكس يعني الاسم متضارب فيه لكن العطر ده بيقولك كل اللي بيستخدمه بيموت بعد ثلاثة ايام بتسمم هذا العطر جاي من الجزائر تدول ايضا في الجزائر وهناك السلطات الجزائرية حذرت المواطنين تدول في السعودية تم تداوله في تونس وتمت هما لحد دلوقتي مش لقينه يعني وبتفاجأ بان فيه مسؤولين في مصر بينصحوا الاهالي ان محدش يتعامل معاه يعني فيه خطاب وصل مثلا لجميع وكلاء وزارات التموين بالمحافظات وجه المهندس اسامة مخيمر رئيس الرقابة المركزية لرقابة والمعاملات تجارية بوزار التموين وقالوا من فيه عطر اسمه ريلاكس سام وضر جدا بالصحة العامة يؤدي للوفاء بعد منقوله ثلاثة ايام من استخدامه ده كلام مهم لازم نتكلم فيه علشان نقول حاجة واحدة نحذر نحذر يعني ايه عطر ان احنا نتداوله ويبقى ويبقى موجود او يبقى مثلا مطروح في الأسواق يعني احنا بنترحه وبنترح هذا الخبر وعايزين نرده وهيكون معايا على التليفون دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة صحة جاهز يا شباب اه ف اه 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 حاولوا وراه علشان علشان نعرف القبر كل اللي احنا بديتكلم فيه ان هذا العطر اسمه ريلاكس منتشر اه ما عندناش ازازة او شكل ليه بس لما يطلع مسؤولين من وزارة التموين ويبعثوا تحذير لمختلف المحافظات كل مديرات التموين في المحافظات احنا علينا نلتفت اسمه ريلاكس يعني خليك مرتاح او براحتك ازاي ما انت عايز تسميه يعني لكن اه خلوا بالكم من هذا العطر اه في المقابل وانت بتجيب هذا الخبر عن الصحة في تقرير طلعت وزارة الصحة انا توقفت امامه انا ما بكلمش كتير عن مستشفيات الحكومة وانطباعي عنها انا ما تعاملتش معها يعني من زمان وانطباعي عنها انها لا تقدم خدمات وان الدنيا فيها بايزة وان المواطن لازم يروح معا السرنجة وكلام بس لما تعرف ان فيه 34 مستشفى صدر حكومية في انحاء الجمهورية علجت العام الماضي يعني خلال عام اكتر من 3 مليون مواطن الواحد لازم يقدر اهمية وجود هذه المستشفىات ولما تعرف ان فيه مستشفى لعلاج الامراض الصدرية في السويس على احدث مستوى حيفتتح قريبا بتكلفة خلال تكلفة توصل ل 172 مليون جنيه ده رقم مهم وان فيه اجهزة واسرة وكلام ده بيتم تطوير بيها بعض المستشفىات الحكومية ده شيء كويس انا برجو برجو انه يطلع فتاوى ايضا من ضر الافتاء مشاخة الازهر تحث المصريين على انهم يبقى فيه جزء من زكاة اموالهم وصدقتهم الى المستشفىات الحكومية ازاي تتعمل؟ الله اعلم فاصل ونواصل بعد الفاصل مواطم مصري واخد بنته ومراته ورايح يتطمن على بنته في اول يوم مدرسة قال ايه يطلع لك مدرس ويتخانق معه ويمنعه دخول المدرسة فتحدث مشاجرة ينتج عنها وفاة ولي امر التلميذة بعد الفاصل الام والبنت يحكونا التفاصيل